مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم وبرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب العبودية كلمة ما زلنا نسمعها إلى يومنا هذا إنها صورة تجمع في طيقاتها كل أنواع شر الإنسان تجاه أخيه الإنسان إنها كلمة تجمع التعصب والكبرياء والعنصرية معا إنها أبشع صورة يمكن أن يتخيلها الإنسان عندما يتعامل الإنسان بشر مع أخيه الإنسان لكن للأسف البعض يتهم المسيحية بأنها تحرد على العبودية وأن الكتاب المؤدس لا يجتمل على نصوص واضحة تنهي وتحرم العبودية ويتهمون الكتاب المؤدس بأن إله الكتاب المؤدس إله يشجع على العبودية ويشجع على العنصرية وأعتقد أن هذا الإتهام هو إتهام نابع إما عن جهل أم عن شر عن جهل بمعرفة الكتاب المؤدس وما أعلن الكتاب المؤدس وما أعلن الله عن نفسه وعن أيضا الإنسان الذي خلقه على صورته وأيضا جهل بمعرفة نصوص الكتاب المؤدس ومعرفة تفسيرها وأيضا جهل بما يحتويه العهد الجديد من محاولة أنه يحول المجتمع من علاقة السياد بعبيد إلى علاقة إخوة في مجتمع واحد رأسه المسيح لكن قبل أن نتحدث عن موضوع اليوم وهو العبودية وتجارة الرقيق في الكتاب المؤدس الذين يتهمون الكتاب المؤدس بهذه الإتهامات هم أيضا يعلمون جيدا أن العبودية في العالم الإسلامي انتهت حديثا جدا وأن القرآن لا يحتوي على نصوص تحرم العبودية وأن التجارة العبيد أو أسواء النخاسة كانت منتشرة إلى وقت قريب جدا في كل البلاد العربية ففي قطر انتهت سنة 1952 وفي السعودية انتهت سنة 1962 وفي موريتانيا انتهت سنة 1971 وحتى سنة 2007 كان لم يصدر قرار فقط 2007 في موريتانيا البلد الإسلامية بتجريم تجارة العبيد لكن في اليمن ما زالت تجارة العبيد إلى يومنا هذا ويعتبر من أشهر تجار العبيد على مستوى العالم خلال القرون الماضية من القرن الرابع أو الثالث عشر إلى القرن العشرين هم العرب التجار العرب الذين كانوا يخطفون العبيد من بلادهم ويبيعونهم في أسواقهم بأقل الأثمان الفيديو اللي جيدة هو تجميعة تجميعة يمكن دي إتين مش أكتر بتقول لنا هذه الحقيقة وبعدين نرجع نكمل عن موضوع العبودية وتجارة الرقيق في الكتاب المقدس وعزل النبي صلى الله عليه وسلم الخمس خمس الغنائم كان السبش ألف من النساء والذريح الخمس من النساء والذريح راح ضد بني قريزة وأتل اليهود اللي موجودين هناك خد الغنائم كانوا حوالي ألف زي ما هو بيقول من النساء والأطفال كويس ورسول الإسلام خد الخمس يعني خد متين رأس زي ما هو هيقول حتى البشر أصبحوا يعدوا بالروس متين رأس فنشوف عمل فيهم إيه ذريح الخمس من النساء والذريح مائتين هذا الخمس يعزل متين رأس سواء من النساء أو من الذرية بقيت بقية من الغنائم نسد متين متين رأس عدد كبير جدا والنبي يعطي هذا يعطي هذا بقية بقية فباعهن النبي صلى الله عليه وسلم النبي أرسل سعد بن الزيدي إلى نجد فباع بعض اليهوديات مع بعض الأولاد للمشركين يعني بعوهم هو خد المتين كويس وبدأ يبيع البقيين بدأ يبيع حتى للمشركين ها كمل مع بعض الأولاد للمشركين وأما الغلام أو الصغير أو الفتاة من السبي الذي ليس له أب ولا أم عشان بابا أبو أمه تأتلوا يعني هو ليس له أب ولا أم لأنه تأتلوا أو اتدبحوا في المعركة دي النبي صلى الله وسلم أن يباع لمشرك أو اليهودي فهذا لا يباع إلا للمسلم يعني يباع البنت اللي عندها حوالي عشر سنين أو الولد اللي عنده عشر سنين اللي أمه اتباعت أو أمها اتباعت في أسواق أخرى وأبوه اتدبح بالسيف محدش يقدر يشتريه غير مسلم علشان يربيه بنفس الطريقة لكن بيجعه كعبد الذي ليس له أم يتيم للأم والأب فهذا لا يباع إلا للمسلم واضح يقول القرآن الكريم يعني حرم أشياء وترك الرق فلم يحرمه فلماذا أما قضية الرق أما قضية الرق فالرق يعني باختصار لا يمكن التطويل في هذا الجانب الآن هي أناس متمردون وهم الكفار مثل ما قرأنا قبل قلنا عن اليهود يسبون الله سبحانه وتعالى إن الله فقير ونحن أغنياء وغير ذلك من الأمور إن الله ثالث ثلاثة وغير ذلك فهنا اليهود كفار والمسيحيين الذين يؤمنون بالثلوس أيضا كفار فدول لأنهم لا يخضعون لله فالله يخضعهم لعبيده يعني يصير عبيد للبشر يعني لو الأمة الإسلامية امتلكت أن تبيع المسيحيين واليهود لا بعيتهم هذه الأيام كم يسبون الله ولم يعبدوه جل وعلا فيقول بعض أهل العلم من أبى أن يكون عبدا لله باختياره كان عبدا لبعض عبيده رغما عنه حوالي خمسين سنة كان من الممكن أن ترى عبيدا منتشرين في البيوت والمهن العامة والخاصة والشوارع والطرقات كانوا يجلبون من بعض النواحي كشرق إفريقيا أو بلوشستان أو من بعض نواحي آسيا وهؤلاء العبيد في الغالب هم أحرار وليسوا بعبيد لكن اختطفوا من بيوتهم وبلادهم وجاء بهم وبيع بهم في أسواق النخاسة في العالم أصلوا كثير من أهل الخليج على هؤلاء العبيد من بعض أسواق النخاسة المنتشرة إما في صور في عمان أو في مكة أو ممن كان يذهب إلى شرق إفريقيا في نواحي زنجبار ومباسة ونعوها وكانوا يجلبون بالمئات وأحيانا بالآلاف بكل سنة وكانت بعض دول الخليج قد منعت تجارة الرقيق في منتصف القرن العشرين ففي قطر على سبيل المثال في سنة 1952 في قطر 1952 وفي مكة سنة 1962 ده بيقول لنا على حاجة مهمة جدا يقول لنا قد إيه فعلا أن الإنسان بطبيعته شرير ونهاردة يمكن العبودية بحسب القوانين الدولية في مفهومها التقليدي هي جريمة لكن النهاردة توجد عبوديات بأشكال مختلفة الأطفال وسرقة الأطفال وتهربهم تجارة الجنس بأشكالها المختلفة العمالة في بلاد مختلفة ما هي إلا سورة من صور العبودية لكن أنا يهمني النهاردة أن أتكلم عن موضوع مهم وهو ماذا يقول الكتاب المعدس وعندما نقرأ عن العبودية في الكتاب المقدس ماذا نفهم من هذه النصوص العبودية وتجارة الرقيق في الكتاب المقدس دايما السؤال هو التعريف ما هي العبودية في مفهومها التقليدي المفهوم المتعارف عليه للعبودية لما نقول أنه هذا عبد أو إلى آخر كمان في فيلم دوكومنتري وثائقي موجود حتى على اليوتيوب اسمه عبيد وأسياد بيقولك إزاي لحد النهاردة حتى في اليمن هناك تجارة عبيد وهناك أسياد وهناك عبيد في اليمن لكن أنا يهم من التعريف هنا ما هي العبودية العبودية أو الرق هو مصطلح يشير إلى حالة امتلاك إنسان لإنسان فيصبح العبد مملوكا بالكامل لسيده كأحد مقنعاته منزوع الهوية والحقوق الإنسانية ليس له هوية وليس له أي حقوق إنسانية يفعل به سيده ما يريد يصبح كأي شيء يمتلك السيد ده مفهوم العبودية في المفهوم التقليدي بتاعه لكن لما يجي للكتاب مؤدسة أنا عندي سؤال آخر من أين نبدأ في موضوع العبودية وما هي نقطة الإنطلاق في هذا الموضوع المهم من أين ننطلق أعتقد كلنا نستطيع أن نتعلم من الرب يسوع الذي عندما سئل عن الطلاق كويس رجع إلى الصورة الأصلية اللي الرب خلق عليها الإنسان وإلى التصميم الأصلي اللي الرب أوجده ما بين الرجل والمرأة وإحنا كمان نعمل نفس الحاجة علشان نقدر نبدأ بداية صحيحة لابد أن نبدأ من سفر التكوين لابد أن نبدأ من خلق الله للإنسان لأنه ده بيقول إلى أي مدى الكتاب المقدس بيقدم الإنسان المخلوق على صورة الله وعلى شبهه وإلى أي مدى هذا الإنسان له كرامة ومكانة وقيمة عند الله فعش كده نبدأ من نبدأ من سفر التكوين الإنسان كما خلقه الرب الإله وده نص مهم جدا يقول إن كده في سفر التكوين وأصحح واحد وفي الآيات من 26 وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتصلطون على سمك البحر وعندما نتكلم على شبه الله لنتكلم على الشبه ماد لأن الله ليس ماد الله ليس له عينان مثلنا أو أذنان مثلنا أو ذراعان مثلنا لأنه مهما كان له حدود والله ليس بمحدود هو كلي الوجود وهو أيضا روح لكنه لما يقول لنا على شبه الله إنه كائن مفكر عاقل كائن له مكان وقيمة كائن أيضا يمتاز بالعلاقات relationship كائن ينوب عن الله في الأرض وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهام يعني الخليئة بتاعته الإنسان خلق لكي ما يسود على خليقة الله ينوب عن الله في تدبير هذه الخليقة وعلى الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهما يعني الاثنين لهم مكانة ولهم قيمة ولهم أيضا هم تاج الخليقة خلقهما ذكرا وأنثى وباركهما الله وقال لهم اثمروا واكثروا واملاء الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض هنا البداية هنا نقطة الانطلاق في دراستنا لموضوع العبدية وتجارة الرقيق في الكتاب المعدس من هنا من هنا نعرف مكانة الإنسان في فكرة الله وكيف خلق الله الإنسان وعش كده لما يجي إلى النقطة الأخرى في خليقة الله في خليقة الله الإنسان مخلوق على سورة الله في خليقة الله أرضا الكل متساون في القيمة ذكر وأنثى في خليقة الله الإنسان متسلط على الخليقة ولا يوجد إنسان متسلط على إنسان ولا يمتلك إنسان إنسان ده في خليقة الله في خليقة الله لا عبد ولا حر في خليقة الله لا رجل ولا امرأة في خليقة الله الإنسان الإنسانية متساون في القيمة والمكانة دي نقطة البداية ودي الحقيقة اللي بيأكدها الكتير المؤدسة على كل صفحاته عشان كده في نص مهم جدا في سفر أيوب أيوب هو بيكلم عن نفسه قالينا نص مهم جدا بيورينا إلى أي مدى الإنسان المؤمن بالرب فاهم هذه الحقيقة ومدركها كويس فيقول لنا إيه إن كنت رفضت حق عبدي وأمتي في دعواهما علي وهنا نفهم أن الحق العبد والأمى ليس ليس هنا امتلاك الأشخاص لكن دول الأشخاص بيشتغلوا عند أيوب فإذا أنا رفضت دعواهم شكواهم فبماذا كنت أصنع حين يقوم الله يعني هعمل إيه لو ربنا يقوم بحسبنا أنا وإذا افتقد فبماذا أجيب وإذا ربنا سألني عن هؤلاء أنا أجاوب أزاي أوليس صانعي في البطن صانعه يعني اللي صنعني واللي خلقني هو نفسه الله الذي خلق هؤلاء وقد صورنا واحدا في الرحم نواحد قد تختلف ألوان أكسادنا قد تختلف هوايتنا قد تختلف انتماءتنا لكننا واحد عيلة واحدة ده المفهوم الكتابي عن الإنسان في أيوب 31 وعادة 13 و14 فقط فقط بعد سقوط وهنا دايما لما نقرأ الكتاب وعادة لازم نقرأ من هذا المنطلق لازم نقرأ من الخليقة وبعدين نشوف ماذا حدث وإلى أي مدى هذه الخليقة ضاعت وشوهت نفسها واستعبدت لأفكار شريرة وعشكت دايما اللي بنجي لسؤال what is wrong with man الغلط في الإنسان اللي بنشوف الحروب اللي بنشوف النزاعات اللي بنشوف هذه الصراعات اليومية اللي بنشوف العبودية النهاردة بأشكال مختلفة اللي بنشوف هذا الشر والظلم اللي موجود في كل مكان what is wrong with man إيه الخطأ فينا هنا بنعرف الحقيقة المرة أن الإنسان سقط أن الإنسان أخطأ أن الإنسان ابتعد عن الله أن الإنسان استقل عن ربنا بعد السقوط بعد السقوط مباشرة في أصحاح أربعة من سفر التكوين بنجد الأخ يقوم على أخيه ويقتله إزاي خطية بدأت تمتلك الإنسان هل الله في تصميمه للإنسان صمم هذا الشر حاشا لكن هذا الشر نتج نتيجة السقوط فأصبح الإنسان يفعل الشرور لأنه شرير ومن ضمن هذه الشرور القتل والعنف فقط أيضا بعد السقوط في أصحاح أربعة من سفر نفس الأصحاح أصحاح أربعة من سفر التكوين بنجد تعدد الزوجات الله لم يخلق لآدم إلا حواء رجل واحد وامرأة واحدة في البدء خلقهما من أجل هذا يترك الرجل أبا وأمه يلتصق بامراته ويكون الإنسان جسداً وحيداً ده منذ البدء ومالجات منين فكرة تعدد الزوجات جادت بعد السكوت نتيجة شر الإنسان وحبه في الامتلاك فهذا ليس تصميم الله ومقاصد الله للإنسان جاء العبودية أن يصير إنسان ملك لإنسان آخر جاءت إمتدي بردو جاءت بعد السكوت فكل هذه الخطايا وكل هذا الشرور وكل هذا السكوت الذي يعيش فيه الإنسان جاء نتيجة انفصال وعن الله الحقيقة دي في الفكر المسيحي مهمة جداً لأن هذا الإنسان بهذا الشكل يحتاج إلى مخلص وفادي وهو لا يستطيع أن يخلص نفسه ولا يمكن له أن يخلص نفسه هو يحتاج إلى من يخلصه ويفدي ده إمتى ده كله جي بعد السكوت طيب أنا أقول لك الحقيقة دي لأنها زي ما نسميها أساسيات أو الأساس لفهم موضوع العبودية وتجارة الراقيق ده الأساس للفهم طيب أتنقل لي حاجة أخرى كلمة العبد هذه الكلمة لها معاني مختلفة وليس في كل مرة ذكرت فيها تشير إلى العبودية بمفهومها التقليدي أنه إنسان يسلب إنسان حق الحرية ويمتلك امتلاك مطلق يفعل به ما يريده لكن كلمة عبد في الكتاب مؤدس تشير أيضا إلى الخدم الخدمة تشير تشير إلى الخادم سيرفاندهود سميها تشير أيضا إلى المحبة اللي تجعل إنسان يخدم إنسان تشير أيضا إلى عبادتنا وعلاقتنا بالله أشكده الاستخدام العام لكلمة عبد في العهد القديم هو كالآتي أول حاجة كلمة عبد تشير إلى شخص ملك لشخص ودي حقيقة بنجدها يوسف بيع كعبد يوسف لما اخواته بعوه بعوه كعبد للإسماعليين والإسماعليين بعوه كعبد لفتفار في مصر فعاش عاش يوسف في مصر كعبد حتى يوم ما زوجة فتفار يعني افترت عليه اللقوف السجن وكان ممكن يحكموا عليه بالموت ومش ياخدوا فيه أي حاجة لأنه عبد فلما يتكلم الكتاب المؤدسة عن يوسف يتكلم عنه كعبد ملك شخص آخر لما يتكلم أيضا عن شعب إسرائيل لأنهم كانوا عبيدا في أرض مصر آه المصريين استعبدوا شعب إسرائيل كانوا لخدمتهم كانوا لخدمتهم فكلمة عبد بتستخدم للإشارة إلى شخص يمتلك شخص آخر لكن كمان كلمة عبد استخدمت لتشير إلى الشخص القريب من الملك فنقول مثلا عبد الملك هو مش ملك الملك هو بيخدم الملك بس شخص قريب منه ما أنا إلا عبد لسيدي يعني أنا أنا بخدمه هذا الشخص لم يكن عبدا بالمفهوم المتعارف ده شخص بيخدم الملك وآخر النهار بيروح لبيته ولزوجته وعنده أملاكه وعنده حياته لكنه هو لما يقول عبد الملك يعني شخص قريب جدا من الملك زي ما قلت لم يكن عبدا بالمفهوم المتعارف عليه بمعنى أنه ليس مملوكا للملك لكنه وضع نفسه لخدمة الملك والتحقيق ما يطلبه الملك منه يعني حتى أوقات كثيرة تلاقي واحد في الشغل يقول للرئيس أنا عبد المأمور أنت بس تأمرني أنا هعمل اللي أنت عايزه استخدام كلمة عبد لا يشير إلى امتلاك إنسان لإنسان في مرات كثيرة في الاجتماع لكنه يشير إلى خدمة إنسان لإنسان كمان كلمة عبد استخدمت كلمة عبد لتشير أيضا إلى خضوع ملك ما لملك آخر فنقرأ مثلا في سفر سامويل الثاني أن جميع الملوك الذين كانوا عبيدا لهدر عزراء صاروا عبيدا لإسرائيل وما زالوا ملوك لكن أعلنوا انتماءهم وولاهم بإسرائيل ولما رأى جميع الملوك عبد هدر عزراء أنهم انكسروا أمام إسرائيل صلاحوا إسرائيل واستعبدوا لهم وخاف أرام أن ينجدوا بني عمون بعد استخدمت أيضا كلمة عبد لكي تشير إلى الإنسان المتواضع الشاعر بصغر النفس فقال حزئيل ومن هو عبدك حتى يفعل هذا الأمر العظيم مين أنا وكانت في التعبيرات زمان مين أنا عبدك حتى أفعل هذا الأمر العظيم إعلان عن تواضع أو صغر النفس كما أن كلمة عبد استخدمت له تشير إلى خادم ملتزم بعقد ملزم لفترة زمنية محددة أنت هتشتغل عندي لفترة زمنية محددة كان يقال إلى صاحب العمل السيد ويشار إلى الشخص الملزم بهذا العقد بعقد الخدمة يشار إليه بأنه عبد كلمة تطلق خادم طيب مفهوم بقى العبد والعبدية في نصوص العهد القديم وده يوضح لنا شوية حقائق مهمة جدا نعرفها محتاجين نعرفها نصوص العهد القديم لما بتتكلم عن العبد العبد هو خادم بعقد ملزم ده أول مفهوم بنجده في العهد القديم ملزم هو عقد ملزم هيخدم بيه سيده زي النهارده معظم معظم الشركات ومعظم حتى لعيبة الكورة ومعظم لعيبة الباسكت عندهم عقود ملزمة ملزمين بيها مش ممكن أبدا هذا العقد يلغيه يعني محمد صلاح ملتزم بعقد مع ليفربول دفعين في ثمن ملايين كويس هذا العقد فهو خادم لفريقه بشروطه بشروط الفريق دفعين في ثمن فهو عقد ملزم ملزم جدا أمام القانون هذا هو أول مفهوم للعبودية أو لكلمة العبد في العهد القديم سيرفنت هود الخدمة وليس الامتلاك المطلق من شخص لشخص آخر فنجد مثلا في سفر الخروج وأصحاح 21 وهذه هي الأحكام التي تضع أمامهم إذا اشتريت عبدا عبرانيا فست سنين يخدم وفي السنة السابعة يخرج حرا مجانا كلمة اشتريت دي هنجلها لأنها أيضا كلمة مهمة لكن حبيب الأول أخذ بعض النصوص اللي توضح هذه الحقيقة يقول وإذا طالت يدي غريب أو نزيل عندك وافتقر أخوك عندك شخص عايش في وسطك يمكن مش من العبرانيين لكنه أصبح غني واخوك العبراني افتقر لسبب أو لآخر افتقر وافتقر أخوك عنده وبيع للغريب المستوطن كلمة بقى بيع للغريب المستوطن نفس الفكرة إنه اشتريت بمعنى إيه بمعنى إنه أنا أصبحت مديون أنا كشخص علي ديون هذه الديون كيف أفيها أفيها بالعمل العمل بعقد ملزم أمام القانون إن أنا أتممه فهقول للراجل اللي أنا ما ديون له أنا هشتغل عندك بحسب الدين اللي عندي هنا كلمة بيعة واشترى تفهم بمعنى إنه إنه مش باعه بيع مطلقة لكنه التزم بعمل إنه يعمل عنده حتى يسدد ديونه ويس وهنا يقول لنا إيه فبعد بيعه يكون له فكاك يعني يعني لو هو قال للراجل المديون دوا أنا هشتغل عندك عشر سنين زي ما والزبط زي ما احنا نقرأ عن يعقوب يعقوب يشتغل سبع سنين برحيل صح ده كان الاتفاق مع خاله لبان إنه أنا هشتغل عندك هشتغل عندك أنت أنت يعني بتنظر إليك كزوج بنتك المستقبلي وعايز مني التزمات كذا وكذا أنا مش معي بس أنا هشتغل عندك سبع سنين أنا ملتزم إن أشتغل عندك سبع سنين هي نفس الفكرة هنا فأنا أملتزم عند هذا السيد إن أنا أشتغل عنده لكن بعد بيعي يكون له فكاك بمعنى إيه هنا يقول يفكوا واحد من إخوته يعني لو ليه أخ ومبسوط وعنده فلوس زيادة يروح ليه الدائم دو ون يقول له إنت ليك عند أخويا كام يقول له مثلا عشر تلاف دينار يقول له قادل عشر تلاف دينار وهو مع لهوش ديون يبقى اسمها فك سدد الديون اللي عليه واضح الفكرة أو يفك عمه أو ابن عمه أو يفك واحد من أقرباء جسده من عشيرته أو إذا نالت يده يفك نفسه يعني لو هو اشتغل كتير كويس ووفر شوية فلوس يقدر إن هو يفك نفسه من هذا العقد من هذا الالتزام النقطة دي مهمة جدا لأنها بتوضح لنا يعني إيه الخدمة أو بمفهوم الكلمة العبد في العبرانية في العهد القديم فيحاسب شريه من سنة بيعي له إلى سنة اليبيل وهنا دي نقطة كانت مهمة جدا إنه مهما كان الدين العليه لما يخلص ست سنين شغل السنة السبعة اللي هي سنة اليبيل لابد أن يطلق حرا خلاص تطلقه حرا نيجي لنص تاني آخر يقول إيه إذا بيع لك أخوك العبرانية أو أختك العبرانية وخدمك ست سنين يبقى كلمة هنا بيع لك معناها إيه معناها خدمة لفترة زمنية محددة هو شخص كلمة بيع لك مش حد بيبيعه لا ده هو بيقول أنا كانوا بيبيع نفسه ليه الدائن ولو أنا هشتغل عندك ها لحد لما أسد ديون أنا هشتغل عندك لحد لما أسد ديون لكن هنا يقول لنا يشتغل وخدمك ست سنين ففي السنة السابعة تطلقه حرا من عندك يعني ما ينفعش يقعد معاك بعد سبع سنين ما ينفعش وبعدين وحين تطلقه حرا من عندك خليوا بالك لدي نقطة مهمة لا تطلقه فارغا يعني لو أنت خلاص العقد الملزم دوا اتفك في السنة السابعة لما تيجي تخرجه من بيتك ما تخرجهش فارغا هنا دي ليست عبودية ده شخص كان بيشتغل عندك لا تخرجه حرا من عندك تطلقه فارغا تزوده من غنمك ومن بيدرك ومن معصرتك يعني تديله بقرة او اتنين لو عندك او زيت وزتون وسمنا وكل الأعشاب اللي انت والأمح والدقيق الى آخره تديله عشان يبدأ حياته من جديد علشان ما يدينش تاني ويشتغل عند حد تاني عشان يبقى مستقل يبقى حر كما باركك الرب إلهك تعطيه واسكر انك كنت عبدا في أرض مصر ففداك الرب إلهك لذلك أنا أصيك بهذا الأمر اليوم ولكن إذا قال لك لا أخرج من عندك لأنه قد أحبك وبيتك إذ كان له خير عندك فخذ المخرز واجعله في أذنه وفي الباب فيكون لك عبدا مؤبدا يعني يخدمك طول العمر لو الخادم دوان جات له السنة السبعة سنة اليبيل وقدامه هذا الاختيار أنه يخرج حرا ويبدأ حياته مستقل لكنه هو بيحب خدمة هذا الشخص وبالعكس ده بيحبه كشخص وعارف أنه إزاي بيكرمه إزاي أنه هو بيديله مكانته إزاي أنه هو بيعمل كإنسان إزاي أنه هو بينال الاحترام في هذا المكان هيقوله أنا أنا مش هسيبك أنا هشتغل معك على طول هدي النقطة فخذ المخرز واجعله في أذنه فيكون لك عبدا مؤبدا أي يخدمك طول عمرك وهكذا تفعل لأمتك أيضا لا يصعب عليك أن تطلقه حرا من عندك لأنه ضعفي أجرة الأجير خدمك ست سنين فيبركك الرب إلهك في كل ما تعمل أوعى أن أنت ما تطلقهوش حر لو جات السنة السابعة لكن إذا أراد أن يكمل معاك شغله فيشتغل معاك إلى الأبد كل أيام عمر يشتغل معاك دي فكرة العبودية في العهد دي الفكرة الأساسية فكرة الأساسية ليست شخص بيمتلك شخص امتلاك مطلق إنما فكرة الخدمة والالتزام بعقد حتى يسدد الإنسان ديونه اللي عليه لكنها حتى لو ما سددهاش كلها في السنة السابعة لابد أن يطلق حرا يبدأ حياته من جديد ولما تطلقه تكون معاك كريم تباركوا وما تنساش الربنا يقول الشعب وما تنساش أن أنتوا كنتوا عبيدا في أرض مصر يعني قوعة عامل الإنسان أو أخيك بنفس الطريقة اللي كان بيعملك بيها المصريين في أرض مصر لأنه الرب فداك الرب فداك من أرض مصر من العبودية ماذا نتعلم من هذه الشرائع أول حاجة نتعلمها أنه الخدمة أو العبودية كانت بحسب أو بسبب الفقر بسبب أنه إنسان أصبح مديون وهي مجرد عقد عقد ملزم بالخدمة عند صاحب العمل وليست انتزاع لحرية الإنسان حاجة تانية لا توجد خدمة طول العمر إلا بموافقة الشخص نفسه فهذا الأمر محرم وممنوع لكن الإنسان يخدم بقدر الدين وحتى لو الدين كبير يخرج حرا في السنة السابعة إلا إذا أحب سيده وأحب البيت اللي بيخدم فيه وقال له أنا هاعد طول عمري أخدمك أنا واكل شاري بنائم في أمان وفي سلام وفي معاملة جيدة أنا ألاقي مكان أحلى من دوّن أشتغل فيه فين أنا هاعد معاك الخدمة أو ما يطلق عليها أيضا كلمة العبد هنا كانت طوعية قرار يتخذ المديون نحو الدائن يبيع نفسه وعش كده التعبيرات دي لازم نفهمها في إطارها في القرينة بتاعتها وما ينفعش نطبع عليها المفهوم الخارجي للعبودية اللي كان موجود في ذلك الوقت وإن كان التعبيرات نفسها كلمة عبد هي نفسك كلمة المستخدمة برا لكن ليها مفهوم آخر ومفهوم الخدمة الإلزامية لسداد الديون وده ده مقارنة بسيطة ما بين العبودية في الشعوب المجاورة وفكرة الخدمة في إسرائيل عش كده أنا أحب كلمة الخدمة وإن كانت تعبير الكلمة العبري مفهاش هذه الvarieties زي اللي موجودة في الإنجليش مثلا فالكلمة الكلمة واحدة ممكن يكون لها أكتر من معنى لكن في الإنجليزي لكل هذه المعاني توجد كلمات ممكن تستخدمها لما نيجي إلى المقارنة دي سمات العبودية في الشعوب المجاورة والعبودية أو الخدمة في إسرائيل في الشعوب المجاورة هي إجبارية إجبارية يا إما نتيجة سبي يا إما نتيجة خطف يا إما يعني شخص لأي سبع أو لآخر وجد نفسه مجبر من شخص آخر إنه يبيعه كعبد أو يتعامل معاه كعبد ويصبح العبد أحد مقتنيات السيد إلى الأبد يبيعه زي ما هو عايز يبيعه يموته يقتله يجرحه يعواره يزله يربطه في سلاسل هو ملكه ولا يحاسب على أي شيء يفعله مع عبده في اليهودية هي خدمة طواعية أنا عايز أسدد ديوني فأنا عايز أشتغل لكي ما أسدد هذا الدين فهي خدمة طواعية بيتخذها الشخص المديون لكي ما يسدد ديونه الفرق الثاني في شعوب المجاورة العبد ليس له أي حقوق يفعل به السيد ما يريد في اليهودية الخادم له حقوق كإنسان إذا أصابوا شيء يعوض له سيده ونكلم عن الجزء ده سيده مش حر يفعل فيه ما يريد ولا يستطيع أن يؤذيه ولا يستطيع أن يقتله هو خادم عنه لكنه ليس ملكا له العبد في الشعوب المجاورة هو عبد للأبد هيظل عبد ومراته أما وعياله عبيد وهيظل هكذا إلى ما لا نهاية في اليهودية أنا خادم لفترة زمنية محددة وحتى لو علي ديون كتيرة تستلزم أن أنا أشتغل سنين أطول هيجي لسنة السبعة وأخرج حرا فالفترة زمنية محددة العبد في العبودية في الشعوب المجاورة لإسرائيل يفقد العبد هويته يفقد إنسانيته كلها في اليهودية يحتفظ الخادم بهويته أنا بنتمي للبيت الفلاني للعشيرة الفلانية للأسرة الفلانية أنا 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 ينتمي إلى إلى مجتمع معين ينتمي إلى قبيلة يظل محتفظ بهويته لأنه هيرجع لها بعد فترة الخدمة العبد لا يمكنه أن يقترد في الشعوب الأخرى ولا يحق له أي شيء في اليهودية العبد يقترد من الآخرين لكي ما يسدد ديونه بدون فوايد يعني اليهودي ممكن يعني يقرد الغريب بس فوايد لما يقدرش يقرد اليهودي أخوه بفوايد فممكن يقترد هستلف فلوس من فلان وفلان عشان يسدد اللي علي ومخدمش عند هذا الإنسان دي فروق كبيرة جدا عش كده قول إذا بيع لك أخوك العبراني أو أختك العبرانية وخدمك ستة السنين ففي السنة السابعة تطلق حرا من عندك وقوع تطلق فارغا بل بحسب بركة الرب ليك ينبغي إنك تبرك تشريع الخدمة ده هذا تشريع للخدمة تشريع حتى لا يكون هناك فقير في شعب إسرائيل هذا التشريع اللي إحنا قرناه كان بيركز على الآتي أول حاجة إعفاء الشخص الفقير من ديونه المتراقمة بإنه يخدم فترة وتنتهي هذه الديون حتى في البلاد البلاد المتحضرة مثلا زي أمريكا أو غير لو واحد لو واحد استلف من الصرف على الكريدت وصرف 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 وفاجأ إنه معهوش فلوس حتى يدفع الكريدت كتير أو ناس بتعمل زي نوع من الإفلاس بتعلن إفلاسها ولو بتعلن إفلاسها كويس بيعود سبع سنين هذا الشخص لا يستطيع حتى إنه يشتري بيت أو عربية أو أي حاجة يستخدم فيها الكريدت الفكرة إنه إنه أي شخص مديون لابد أن يسدد ديونه بصورة أو بأخرى ممكن يشتغل زيادة لكن هنا هو هيشتغل عند المديون لي أو هيبيع نفسه إنه لشخص آخر يشتغل عنده علشان ياخد الفلوس دي ويسدد بيها ديونه اللي عليه فهي فكرتها إنه الإنسان لا يظل مديون طول عمر القضاء على العبودية أو خدمة المدان حتى لا يكون فيما بينكم محتاج العبد الذي يطلق تمنح له عطايا سخية كريمة عشان يبدأ من جديد بكرامة يجب أن يعامل الشخص الخادم كإنسان له كرامة وحقوق وهوية ماذا عن ضرب الخادم يعني أنا بشتغل عنده واحد وأنا عارف أنه أشتغل عنده علشان أسدد الدين اللي علي دي فأنا بعت نفسي كخادم له أخدمه ماذا لو ضربني يقول الكتاب هنا وإذا ضرب إنسان عبده أو أمته بالعصى فمات تحت يده ينطقم منه وكلمة ينطقم منه نفس أصاد نفس إيه ده يعني إلى أي مدى السيد والخادم هنا متساويين في القانون آه وده اللي بينص عليه الكتاب كلمة ينطقم منه دايما تأتي إلى إلى تنفيذ حكم الموت لأنه قتل نفسا يقتل سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه لكن إن بقى يوما أو يومين يعني لو كانت بس حاجة بسيطة وعدت خلاص المضوع يعتبر منتهي لكن حتى في الكتابة مؤدس إذا إذا هذا العبد فقد عينه يطلقه حر إذا هذا العبد أصيب بضرر في جسده يطلق حرا ما يكملش فترة خدمته وشغله يطلق حرا ماذا عن ترك الزوجة ولاد هنا يقتل بعد يقول لك شوفوا يعني إزاي ربنا قاسي قاسي في إيه يقول لك ما هو بيلوي إيد هذا الإنسان علشان يشتغل عن دي سيدة العمر وبيجيبه الناس دايما باستمرار باستخدمه يقول إذا اشتريت عبدا عبرانيا فاستخدم فاستخدم وفي السنة السابعة يخرج حرا دا متفق عليه إن دخل وحده فوحده يخرج لو هو سيده وهو يخرج وحده وكلمة يقول لك يقنون السيد يعني خلاص هيمتلكهم إلى الأبد فاهم خاطئ للنص أساسا ولكن إن قال العبد أحب سيدي وامرأتي وأولادي لأخرج حرا يقدم سيده إلى الله ويقرب إلى الباب أو إلى القائمة ويذكب سيده أذنه بالمثقب فيخدم إلى الأبد يقول لك هنا ربنا بيلو دراع إلى هذا الإنسان بدل ما هو يخرج حر يروح سيده واخد مراته وولاده ويقول له اخرج لوحدك فطبعا هو بيحب مراته ويحب ولاده فمرداش يخرج لوحده فيقعد يخدم سيده ده إلى الأبد شايفين قصوة الله طيب أقول بعض الملاحظات على هذا النص إذا دخل بمفرده غليلين نمشي مع بعض واحدة واحدة إذا هذا العبد دخل بمفرده يخرج إيه بمفرده ده متفق عليه أنا جاي بحالي أخرج بحالي زي ما دخلت ما نقول هطلع حاجة تانية إذا دخل بزوجة وأولاد يخرج بالزوجة والأولاد يعني إحنا بيتنا تباعة ومعندناش فلوس وأرضنا تحجز عليها فأخذ مراتي وأولادي وأروح أشتغل عند أبو فلان أبو فلان ده داني أوضة في بيته هعيش فيها أنا ومراتي وأولادي ونخدمه طيب بعد لما خدمته وفكيت الدين اللي عليها أخذ أخذ مراتي وعيالي ونقول له يا عمي متشكرين كانت أيام وسنين كويسة وربنا معك وأخذ بعد وإيه وأخرج وأنا خلصت الديون اللي علي وببدأ حياة جديدة ده متفق عليه كويس إذا أعطاه سيده زوجة هنا بقى النقطة إذا أعطاه سيده زوجة هذه الزوجة على فكرة هي أيضا خادمة وحدة أيضا أخرى أما في البيت بتخدم هي أيضا مديونة بصورة أو بأخرى لهذا السيد فعليها أيضا التزام وعندها عقد ملزم لابد إنها تتمم هذا العقد كويس فهي أما مرتبطة بعقد ملزم لفترة محددة من الخدمة فلا يمكن أن تخرج معه لكنها تخرج في وقت وفاء ديونها وانتهاء مدتها يعني لو أنا أكعب بخدم في البيت ده بقى بقى لي مثلا سنتين وفضلي مثلا أربع سنين وبعد سنتين من خدمتي في البيت ده جات واحدة أيضا بتخدم هي أيضا لازم تخدم ست سنين فبعد سنتين من خدمتي جات إحدى اللي تلين أعجبنا بعض أنا جوزتها ما ينفعش بعد أربع سنين اللي هي نهاية خدمتي هروح وأخدها وماشي لأنها هيبقى فضلها سنتين هي أيضا على سنة اليوبيل بتاعتها وتخرج فنفعش أروح وأخدها وخارج بيها ده أنا لو دخلت بيها أخرج بيها لكن في الحالة دي ما ينفعش لازم هي تخلص سنين خدمتها وتخرج أيضا في السنة المقررة لخرجها طيب قدام هذا العبد عدة اختيارات لو هو اتجوز وجاب عياله وهو بيخدم سيده ببيت عياله إما أن ينتظر زوجته وأولاده حتى يكمله فترة خدمتهم وبينه ويعمل في مكان آخر يعني أروح أعمل في مكان آخر وهنتظر مراتي وولادي خلصوا فترة شغلهم لكن إذا عمل في مكان آخر فعليه أن يوفر مسكن لنفسه ومصاريف أكله ومصاريف شربه أما إذا قرر يعيش مع امراته وعياله في بيت سيده بعد لما خرج حر بعد ما خد حريته فعلي يدفع مسكنه أكله شربه في بيت سيده وهو معه شفلوس حاجة تانية أن يحصل على وظيفة في مكان آخر ويدخل منها ليدفع ما تبقى على زوجته من ديون وهذا أيضا أمر صعب أن يلزم نفسه بالعمل عند سيده بشكل دائم أنا خلاص أنا أحب سيدي وأنا أشتغل بشكل دائم وأنا أمراته وعيالي وجدنا هذا المكان آمن هنشتغل فيه وليس الأجبار ولا لو يدراع لكن هو بيحب سيده وبيحب مراته وأولاده وعايزين كلهم يعودوا في هذا البيت ليس فيها أجبار ولا لو يدراع ولا ظلم ومن يقول هذا فهو لم يفهم ماذا يقول النص العهد الجديد تلاميذ المسيح كان مهمتهم الأساسية هي الكرازة بالإنجيل أن يصنعوا تلاميذ للمسيح التغيير الإجتماعي يأتي عندما يتغير القلب ده مفهوم الكتاب المعدس أنه مش ممكن تغير مجتمع إلا إذا غيرت القلب طب إزاي القلب يتغير القلب يتغير بالكرازة بالمسيح القلب يتغير بالكرازة بالمسيح ومن هنا لم يكن الهدف التلاميذ هو القيام بثورة روما كان فيها 80% من سكان عبيد فلم يكن الهدف في بداية المسيحية هو القيام بثورة اجتماعية لكن كان الهدف هو المنادات بالكرازة بالإنجيل حتى يقبل الخطى يسوع المسيح مخلصا لحياتهم وده اللي كانت تغير القلب كويس المجتمع يتغير عندما يتغير الأفراد وليس ثورة اجتماعية ضد النظام والسلم الاجتماعي الكنيسة هي المجتمع الجديد الذي يبنى على علاقات جديدة فالسادة مطالبين بدعوة عبيدهم إخوة وأخوات إيه بقى الاستراتيجية استراتيجية العهد الجديد استراتيجية العهد الجديد هي كالآتي بدلا من منع العبودية فرد الأخوية يعني إيه يعني عندما يقبل الجميع السيد والعبد عندما يقبل يسوع المسيح ينضم إلى كنيسة المسيح ويصير الإسنان إخوة متحبين لهم مكانة وكرامة في نظر الله وفي نظر بعضهم البعض ومن هنا يصل المجتمع إلى حالة الحرية من العبودية هذا هو مفهوم العهد الجديد كتاب المؤدس ينادي بأن الإنسان متساوي في القيمة عند الله وينادي الكتاب بأن الإنسان ينبغي أن يحب أخيه الإنسان هنكمل مع بعض في حلقات جاية فإلى أن نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم